بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الرد الخامس عشر على الملحدين قال أحد الملحدين لا يوجد دليل علمي على وجود خالق للكون سنأتي بدليل بسيط جدا من أنفسنا الله أمرنا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون أيها الأحبة الإنسان خلق من نطفة أمشاج نطفة زائد بويضة يشكلان خلية واحدة النطفة الأمشاج هذه الخلية خلال تسعة أشهر فقط تنمو وتتطور في الرحم لتشكل إنسانا يتألف دققوا الرقم أيها الأحبة مئة وعشرين تريليون خلية التريليون هو مليون مليون يعني واحد وبجانبه اطنعشر صفر هذا تريليون أيها الإنسان جسمك هذا يحوي مئة وعشرين تريليون خلية يقول العلماء كل خلية هي عبارة عن مدينة صناعية فيها نظام برمج كامل لتقوم بعملها أفضل من أي شيء اخترعه الإنسان حتى الآن فخلية العين وضعت لتكون جزءا من جهاز الإبصار لدى الإنسان وتلك الخلية التي وضعت في الدماغ تكون جزءا من المنظومة العصبية مهمتها تخزين المعلومات واسترجاعها وخلية ثالثة وضعت في الأذن هدفها الجهاز السمعي لدى الإنسان لتحويل الصوت إلى إشارات كهربائية والمساعدة على السمع وهكذا مئة وعشرين تريليون خلية كل منها له مهمة محددة قبل أن تخلق فهذا الجنين مثلا كان بالأصل عبارة عن خلية ملقحة خلال عدة أشهر تشكلت آلاف المليارات من الخلايا كلها تسير وفق برنامج محدد مرسوم بدقة برنامج في كل خلية وبرنامج عام للتنسيق بين عمل الخلايا على الرغم من التطور العلمي الكبير فإن البشر حتى هذه اللحظة عاجزون عن معرفة سر هذا البرنامج وكيف يعمل وكيف تنقسم الخلايا وكيف تتشكل خلايا اللحم أو العظم إلى غير ذلك ما الذي يجعل هذه الخلايا تتشكل لا أحد يعلم إن عقل الملحد لا يتقبل أبدا أن يرى جهاز كمبيوتر من صنع الإنسان يصمم برنامج من دون مصمم لا يقبل أن يرى صورة ترسم من دون أن يرسمها أحد كيف يتقبل عقل الملحد أن هذا العدد الهائل من الخلايا مئة وعشرين تريليون خلية كلها تعمل بكفاءة عالية من دون مشغل من دون مشرف من دون مصمم من دون مبرمج كيف تعمل بمفردها إنه الله تعالى الذي قال عن نفسه بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا تدرك ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم وإلى لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته